تجاوز عدد سكان النمسا 9 ملايين نسمى بسبب الهجرة وزيادة الأعمار النمسا ترحل أكثر من 900 شخص رفض لجوءه الشهر الماضي وزارة العمل تعمل على حاسب خاصة بأسعار المواد الغذائية فيينا تمنح قسائم فون بونس 23 بقيمة 200 يورو لكل أسرة النمسا تمنح 300 يورو لدعم طلاب المدارس على دفعتين تقرير يكشف عن ثروة مخفية لسكان النمسا مرتبطة بالتقاعد ومدينة فيينا تفرض حظرا على الشواء في الغابات بسبب الجفاف أهلا بحضراتكم إليكم النشرة الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا ونبدأها بالخبر الأول تجاوز عدد سكان النمسا تسعة ملايين نسمة بسبب الهجرة وزيادة متوسط الأعمار وفقا لتقرير هيئة الإحصاء النمساوية وسجل النمو في العشر سنوات الأخيرة زيادة بنسبة 6.7% حيث ارتفعت العداد من 8.4% أو من 8.4 مليون إلى 9 مليون نسمة تقريبا وأشار التقرير إلى زيادة نسبة المسنين إلى 19.4% بينما انخفضت نسبة الفئة العمرية بين 15 و64 عاما إلى 66.2% وتوقع المدير العام لمكتب الإحصاء النمساوي توبياس توماس توقع استمرار نمو السكان والشيخوخة في السنوات المقبلة أفادت وزارة الداخلية النمساوية أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من البلاد بعد رفض طلب لجوئهم زاد بنسبة 26% مايو أيار الماضي وبلغ إجمالي عدد المرحلين 935 شخصا منهم 448 غادروا بشكل طوعي و487 تم إجبارهم على المغادرة وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن عملية الترحيل المنظمة والعودة السريعة إلى بلد المنشأ هي متطلبات أساسية لسياسة اللجوء الموثوقة وأن هذه الخطوة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التصدي لأعمال تهريب البشر الشنيعة دعا وزير العمل مارتين كوشر إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة نقص العمال في النمسا مؤكدا على أهمية الانفتاح والتخلص من الأفكار المحدودة وأشار إلى أن هناك حاجة لتحسين التوظيف في المناطق الغير قريبة وزيادة المساعدة المادية للأشخاص الذين يضطرون للانتقال بعيدا للعمل وفيما يتعلق بآلة حاسبة أسعار المواد الغذائية أكد كوشر أنه يعمل على تقديم اقتراح حولها بحلول الخريفة حيث لا تزال التفاصيل قيد المناقشة مع الخبراء لتقليل فجوة الأسعار مع ألمانيا بدأت مدينة فيينا بإرسال قسائم فون بونوس 23 لحوالي 700 ألف أسرة مؤهلة للحصول على 100 يورو لكل أسرة وخصصت حكومة فيينا حوالي 140 مليون يورو لمساعدة الأسر على التغلب على التضخم المتعلق بالسكن ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت اعتبارا من 17 يونيو 2023 ليتم معالجة الطلبات تلقائيا على الفور وتستهدف الحزمة الأسر ذات الدخل المنخفض ويمكن تقديم الطلبات حتى 30 من سبتمبر هذا العام تلقى حوالي 49 ألف عائلة في النمسا قسائم بقيمة 150 يورو لكل طفل لمساعدة أطفالهم على الاستعداد للعام الدراسي الجديد لشراء المستلزمات المدرسية وتهدف وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه المبادرة ضمان حصول جميع الأطفال على فرص متساوية في المدرسة بغض النظر عن المستوى المادية وقد تم تمديد الحملة هذا العام لتصل حتى طلاب المدارس الثانوية كما تم رفع قيمة القسائم من 120 يورو إلى 150 يورو ولمرتين في العام الدراسي كشفت دراسة جديدة أن سكان النمسا أغنى مما كان يعتقد سابقا وذلك بفضل نظام المعاشات التقاعدية العام حيث تبين أن مطالب التقاعد تلعب دورا مهما في توزيع الثروة وأكد خبير من أجندة أوسترية أهمية هذا الجانب حيث أن مطالب التقاعد لا تدرج في الإحصاءات العادية للثروة حيث لا تعد ممتلكات خاصة بالمعنى المباشر وتشير الأجندة إلى أن أكثر من 1% من النمساويون يمتلكون 22.6% من الثروة وفي المقابل يمتلك النصف الأدنى من السكان 3.9% من الثروة الصافية ولكن مع مطالب التقاعد يصر هذا الرقم إلى 14.9% أخيرا فرضت مدينة فيينا اليوم حاضرا على الشواء في جميع أماكن الشواء العامة بسبب استمرار الحرارة والجفاف وأعلنت مصلحة الغابات 149 أن الأرض في الغابات والمروج جفت بسبب عدم تساقط الأمطار بشكل مستدام حيث بلغت درجة الجفاف أكثر من 20 سنتيمتر في الأعماق والتي تسبب في زيادة حظر نشوب الحرائق ويسري الحظر حتى أشعار آخر فيما لا يزال يسمح بالشواء في الحدائق والمناطق الخاصة المعروفة في فيينا نهاية النشرة لا تنسوا تحميل التطبيق تطبيق إنفوغرات على هواتفكم ليصلكم منا كل جديد شكرا لحسن المتابعة كنت معكم أن هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله اشتركوا في القناة